السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من كورس بلدينج اي ابليكيشنز وصاقينك فيس اه ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ اخر جزء في اه في الكورس وهو ان احنا نبني اه 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 هنبدأ باول حاجة معنا وهي وهي هنستخدم فيه موديل من اه سيلس فورس وهي الملتي موديل اه اه موديلز او هي موديلز بتتعامل مع كزا موديلتي سواء عن طريق اه ان هي بتينكود الامج وبتينكود التكست وبتحاول ان هي تلاقي علاقة ما بينهم اه الموديل لما بيتعلم عادة عادة بتعلم عن طريق نظر في او الكابتشن للامج وبيبتلي ينكود ده وينكود ده ويحاول بعد كده ان هو يقلل اه او يعني 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 ما بينهم ما بين وفي نفس الوقت هو بيفهم بتاع الامج وبيفهم بتاع الصور وبيحاول بعد كده ان هو يقدر يرد على الاجابات ما بينهم يعني فهو بيبقى موديل في نفس الوقت متضرب على الامجز فاحنا هنستخدم بالفيديو لازم قلت اه بليب موديل من وهو اه لانجوش امج بريتريند اه عشاء فور ويجن لانجوش اندرستاندنج ويه هن هنبدأ كالعادة بان احنا اول حاجة اللي احنا هنستخدمها هنستخدمها وتاني حاجة هنيجي هنا برضو كالعادة ونشوف ازاي نستخدم الموديل فهنلاقي اني فيه طريقتين برضو فيه وفيه اللي احنا ممكن نستخدم ببروسيسور والموديل احنا مرضي هنستخدم ببروسيسور والموديل فاول حاجة هنعملها ونحن هنلود الموديل وهنلود ببروسيسور فالموديل هيبقى هنحتاج لنلود الاول من هنحتاج لنلود والاوتو بروسيسور اه وهنا هنلود البوز بتاع الموديل كالعادة ويبعد كده هنلود البروسيسور ونحن قلنا برضو قلنا ده قبل كده البروسيسور هو الهدف منه ان هو يحضر او يجد الامبوت يعني ويبعد كده يبوص ده للموديل والموديل دين الاوتبوت والبايبلاين هو بيبقى مدمج فيه الحاجتين دولات مع بعض فبيقدر انه هو يلود الموديل والبروسيسور مع بعض فانت بتديله هو بيرجع لك الاوتبوت على طول بعد كده هنعمل لود الامج تمام اللي كان عندنا الصورة واول حاجة هيبع عندنا احنا بنيدي للبروسيسور بتاعنا حاجتين بنيدي الامج وبنيدي وزي ما قلنا مفروض هنا بيحصل اه تيكست انكودين ويامج انكودينج فيه او يعني بيجيت بتاع ده والمبادنج بتاع ده ويبيحاول ان هو يبتدي يجنيريت الانصر بيزد على الكنتكتس بتاع ده وعلى الكنتكتس بتاع ده فاول سيئر هنسأله ايه العلم ده بتاعني بلد مسلا واول حاجة عندنا بروسيسور بعد كده الموديل ويبعد كده هنطبع الانصر الراجع من البروسيسور او يعني هندي كود انا اسف يعني هنعمل الامبوت اللي هتخش الموديل هيبقى ان احنا اول حاجة هنبص البروسيسور ثلاثة حاجات هنبص الامج وهنبص ان احنا عايزينه قوي طورش والاوتبوت هيبقى هو الموديل دوت جينيريت وهياخد الامبوت اللي طالع من هنا واخر حاجة عشان جيت الاوتبوت هنقول البروسيسور دوت ديكود نواي ديكود الانصر وهناخد اول حاجة فيه فهينا بيقول اتالي ده يعني بسبب ان الاعلمين قريبين من بعض شوية لكن نحب ان نسأل اسئلة اكتر لي علاقة بالصورة فممكن نسأله مثلا نقول له ايه الايفنت العبر عن ايه فهو هيقدر يقول ان هوم زهرة ممكن تسأله اه زي ما نسأل سؤال الثالث مثلا هل في اه نساء في الصورة فهيرض يقول ياس وحكذا ممكن نسأل اسئلة ثانية يعني مثلا ممكن نقول ايه ناخد اكوبي وناخد بيست ونقول مثلا ايزيس بروتست ريليتد طيب مسلا والاها وهكذا يعني ايه فانت ممكن تعمل اه طبعا دلوات في يعني حاجل شبه شد جي بيتي بتقدر تعمل ده بشكل اه اه يعني وكل ما الانجوش موديل هيبقى احسن ويبقى اكبر كل ما هيكون الاكيوريسي وفهمه اقل الصور هيكون هيكون افضل طبعا كل ما يكون الداتا ده اهم كمان كل ما يكون الداتا اللهم اتضرب عليها اكبر واشمل واعام هيكون ده احسن واحسن يعني ان شاء الله للفيديو الجاي هنتكلم برضو عن او ظن هيبقى نحن نديه له صورة وهو يكتب وصف ديها وبعد كده بقى يفضل الفيديو كمان واخر الفيديو خلاص ممكن نعمله هو ان احنا زيبقى الابليكيشن ده نحاوله اقدر استخدمه في اعمل وبعد كده احبت استخدمه او حبيت حدا تاني يستخدمه يقدر يستخدمه فكده ان شاء الله فاضل ثلاث فيديوهات في السلسلة بازن راح احاول يعني خلال الاسبوع اللي جاي ده نخلصهم عشان عايز ارجع تاني لسلسلة عشان نكملها ان شاء الله اتمنى تكونوا مستفيدين حتى الان من السلسلة الحمد لله الفيدباك اللي بيجي لعنيها كويسة فدي دي حاجة لطيفة عيني اه فاتمنى ان الموضوع يكون مفيد واشوفكم في فيديوهات ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله